أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الكرام أينما كنتم في أقطار أرضنا نسأل الله أن تكونوا بخير وأن تكونوا في سلام ونسأل الله أن يعمل السلام الأرض وتمتعي الحروب وتتحد البشرية أمة واحدة موضوع الليلة إن شاء الله الحج سيعود بعد انقطاع دامة 1954 سنة زارع ابن عربي في تونس بر يزمان وهي يزمان ويولي الحج في القيروان هذا حديث ورثناه منذ آلاف السنين يقوله التونسيون كما ورثنا حديثا آخر عن جبل قاف يقول كل الجبال تمشي تحج إلا لا الحج عندي وكل الجبال خرجت كنوزة إلا لا كنوزة عندي عندنا جبل إشعياء النبي آل جبل تونس عندنا الجبل المقدس ده السبع التباق والثمانية عرف وهو المقدس في التوراة والإنجيل والقرآن جعله الله في مناسك الحج وبما أنه لا يوجد له وجود في مكة في حج الجاهلية لا نجد وقفة عرفة في حج الجاهلية بل نجد وقفة عرفة التي كانت أن تكون في المشعر الحرام أمام الأقصى وللأسف الشديد زور الحج من الحج إلى الله إلى الحج إلى آلهة العرب فالله تبارك وتعالى بارك حول الأقصى لتكون فيه شعائر الله ولم يبارك حول الكعبة بشبر إذ ما حول الكعبة كله مناطق لثلاثمائة وخمسين صنما عربيا فأين سيقدس الله مكانا خارج الكعبة عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقطع الجهاد في البلدان فلا يبقى إلا بموضع بالمغرب يقال له إفريقيا ما معنى الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله لماذا ينقطع من كل العالم من كل الأرض إلا في إفريقيا لماذا لأن الجهاد في سبيله في سبيل الله هو الجهاد في الطريق إلى القدس الجهاد في طريق منتع إسراء رسولنا لكشف الهيكل وإظهار شعاعر الحج لعبادة الله في الأرض المقدسة منتع إسراء رسولنا هذا هو الجهاد في سبيل الله يكذبون عليكم ويقتلون إخوتهم ويقولون نحن الجاهد في سبيله والسبيل تعرفون أنه الطريق سبيل الله يعني الطريق الموصل إليه يكذبون عليكم طوال 1400 سنة على أنهم يجاهدون في سبيل الله وهم قد صدوا عن سبيل الله وألغوا قداسة الأرض المقدسة من القرآن المصدق لما قبله من المرسلين والأنبياء كان عليهم أولا أن يتبعوا رسولهم إلى منتهى إسرائيل فكيف يكون الرسول في طريق وأمته في طريق يجب أن تنتبهوا من الآن لكل شيء تسمعون إن الدين الدين طوال 1400 سنة لم يظهر منه لكم شيئا صحيح لماذا؟ لأنهم إن أظهروا الحقيقة تركتم الحجة إليهم وانتهى وانتهت أموال الحج أن تصل إليهم وإلى ما حلفائهم اليهود بكل صراح هذه هي الحقيقة لأن اليهود والعرب تحالف على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الإسلام كي لا تظهر الأرض المقدسة وعندما اقترب عمر ابن الخطاب من دخولها قتلوه كيف كي لا يظهر قداستها وقتلوه أيضا لأنه لم يقدس فلسطين هذه أمور يجب أن تعرفوها فإن عمر لما وصل عمر بن العاص إلى ليبيا قال له إن إني قريب من أفريقيا فيجب أن نفتحها قال له عد إلي بجيش فإن أفريقيا قال عنها رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام مفرقة أهلها نعم إن أفريقيا مفرقة أهلها لا يدخلها أحد ما حيط نعم ما أهلها قاسي من شربه قسط قلوبهم إذا شربه المسلمون قسط قلوبهم فلما قتل عمر بن الخطاب أمر بالدخول إليها عثمان فقتلوه وبدأت الفرقة فيهم وهذا يعني أنكم أكثر أكثر من كل الأمم أجرا عندما يقول الله سبحانه وتعالى عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الجهاد ينقطع في كل البلدان إلا في إفريقيا هذا يعني أنكم أكثر من كل الأمم أجرا لأن الأرض المقدسة عندكم ولذلك منع عمر بن الخطاب الدخول إليها واحتلالها لأن أهل الأرض المقدسة حرام في الإسلام أن يقاتلهم المسلمون إلا إذا قاتلهم إلا دفاعنا للنفس ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه معنى إلا دفاعنا النفس وإن العراف ودار السلام الجنة عندكم فكيف تتبعون منهم أقل شعنا وعلما وتزكية من الله منكم ذكر الشيخ ابن عربي عليه السلام عبد القادر الجيلاني والسهرود المقتول والجنيد وكل علماء الصوفية بدون استثناء أن تونس هي الأرض المقدسة وبلد المهدي والتي ستنزل فيها خلافة الله وهي مجمع البحرين البحر الشامي الغربي بين أوروبا وأفريقيا وبحر الروم الذين يلتقيان في صخرة نابل وذكره ما القرآن البحران مجمع البحرين وذكر وجود العبد الصالح في تونس والعبد الصالح في صورة الكاب هو الإمام المهدي لأنه هو الذي سيحقق كل النبوآت على أنه مثل رسول الله موسى عليه وآله الصلاة والسلام بل أعلم منه وهو الذي يصلح سفينة رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام والتي عطلها قومه العرب وأفسدوها بين الناس بسوء إدارتهم لدين الله حتى أضحى الإسلام يخوف أهله ويسعى الإمام المهدي بها بسفينة محمد عليه وآله الصلاة والسلام القرآن الشريعة الإسلامية في العالم ليحقق بها السلام موحدا لكل البشرين بعد أن يكشف مكان العيكل الأقصى الحقيقي الذي بناه سليمان عليه الصلاة والسلام ويقيم جداره فيظهر رحمة للناس فتكون الأرض المقدسة رحمة للفقراء إذ تساق إليها كل الزكاة في العالم ولا تنقطع منها المآكل ليلا ونهارا لا توصل كل فقير وجاع يلجأ إلى بيت الله يجد المعكلة والمشق وهو كنز اليتيمين الذين اضطهدوا في المسيحية الأريوسيون بالذات والذين اضطهدوا في الإسلام أهل البيت هؤلاء هم اليتيمين بينما انتصر الشيعة والسنة الذين أكدوا حج الجاهلين ضد الله يعني كما أنه يقتل الولد الفاسد الذي هو أخ لليتيمين من نفس الأب الذي هو إبراهيم الخليل عليه وآله الصلاة والسلام وهذا الولد هو عدو لهما يعني حارب الأريوسيون كما حارب آل البيت من حارب الأريوسيون واجعلهما طعاما للأسود اليهود والرماء فاليهود أهل المال الذين تدير بهم روما إدارتها و كل عمر منهم يلف حتى أنهم قتلوا عيسى عليه وأمه الصلاة والسلام وكما حاربوا أهل البيت آل البيت عفوا آل البيت يعني قتلوا عيسى وشاركوا في قتل محمد بالسم مع العرب لم يقتلوهم هم بسمهم بأيديهم لكن بأيدي العرب قتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال وعم الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهق هما تغيانا وكفرا فالخشية مستقبلية وأن بقي الظالم لابد أن يتسبب في ذرر وهم وهم اليهود الذين كان بيدهم آخر عهد مع اليهود أبناء يهود الذين كان منهم نبي الله داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام يعني لمن سينتقل العهد في الأرض المقدسة بعدهم من يوم هد ملايكل إلى الآن سينتقل إلى الإمام المهدي وبهذا ينتقل العهد إلى من هو أقرب لليتيمين زكاة ورحمة أقرب وهو الإمام المهدي وهو الذي نسبه من الأريوسيين ومن آل البيت وقد ذكر ابن عربي أن الإمام سيكشف الهيكل في جبل القاف ويبينه كما يبين أن الأقصى قبلة المغرب في القرآن يوجد بأعلى جبال تونس وهو جبل الشعياء النبي ذا السبع التباق قال ابن عربي عليه السلام إن الذي لازلت أطلب شخصه الفيته بالربة الخضرة البلدة الزهراء بلدة تونس الخضرة المزدانة الغراء بمحله الأسنى المقدس تربة بحلوله ذي قبلة الزاورة محله الأسنى مكانه الأعلى أعلى مكان في تونس جبل الشعياء النبي بحلوله ذي قبلة الزاورة القدس الأقصى في جبل الشعياء النبي ومكانه وجدناه يسمى التلة كما هو مبين في التوراة أيضا باسم التلة بحلوله ذي القبلة الزوراة القبلة البعيدة الأقصى أقصى مكان فوق الأرض في سدرة المنتهى فقال أيضا ومتى وقعت على مفتش حكمة مستورة في الغذة الحوراة يعني حكمة مستورة حكمة غير ظاهرة وهو كشف الأقصى ما يعبر عنه في الحديث بكشف الأقصى آخر علامة لدهور المهدي مستورة أين في الغذة الحوراة التي هي تونس متحير متشوف قلنا له يطالب الأسرار في الإسراء يعني منتهى الإسراء أسرع فقد ظفرت يدك بجامعا لحقائق الأموات والأحيان إذن هو طالب الأسرار في الإسراء في منتهى إسراء جدة رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام في جبل قاف الأعراف ذات ثمانية أعراف التي سينتسب عليها عرش الله يوم الحساب وهو آل جبال تونس الغذة الحوراة والربوة الخضرة بمحله الأسنى المقدس تربة بحلوله ذي القبلة الزورة ويقول ابن عربي على قمة المعارف جبل قاف حيث يجد الخضر في انتظاره ليقول له اسمع يا محمد سيكون لك شأن عظيم فجل في هذا الجبل وهذه الخزانة وكن كما هي بحرا مملوعا بالعلوم والأسرار تحقق بما فيها وحملها في صدرك لا في أو قارك تكون قرآن يمشي على وجه الأرض كما هو شأن أخي أكمل الكمل محمد رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام فهذا جبل قاف وتبدأ الرحلة الروحية لابن عربي في الجزيرة الخضرة يذكر الجزيرة الخضرة وما يعرف الآن جغرافيا باسم جزيرة القصرين ويذكر أن هذه الجزيرة هي التي بنا فيها الخضر موسى مع موسى جدار اليتيمين ثم يحدثنا ابن عربي عن صفر روحي آخر حصل له في تونس اسمعوا في هذه المدينة يقف ابن عربي على حقيقة وراثة ختميتها يقول وقد وقفت هناك على حقيقة وراثتي فعلمت ختمية المحمدية حين أشهدت ختمية عيسى للولاية العامة رجعت من هذا السفر وعنى لم أبرح مكاني في فاس مدينة نفس الرحمن يعني أنه الله نقله إلى جبل قاف إلى المدينة المقدسة أورشلين بترشيش تونس والجزيرة هي جزيرة أتلانتس الخالدة الجزيرة المقدسة والتي تعرف الآن جغرافيا باسم جزيرة القصرين وبين لنا الله في التوراة أننا سنصعد إلى جبل قاف الذي هو جبل صهيون في التوراة وسنبني العقصى ونحج إليه وتحج إليه كل الأمم في العالم جاء في سفر الشعيات مين وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لأنه من صهيون صهيون جبل قاف تخرج الشريعة التابوت المقدس ومن أورشلين كلمة الرب الإمام المهدي يعني الشريعة في التابوت بالجبل والمهدي في أورشلين المدينة التي أمام جبل الشعياء النمي جاء في سفر الشعياء أربعين على جبل عالي سعدي يا مبشرة صهيون ارفع صوتك بقوة يا مبشرة أورشلين ارفع لا تخافي قولي لمدن يهود ليبيا هو ذا إلهك هذه بشار تظهر إليكم من تونس التي ستأتي بطورة أقرى ضد تحريف الأديان الثلاث وقريبا إن شاء الله في سفر حزقيال أربعين في رؤى الله أتى بي إلى عرض إسرائيل ووضعني على جبل عال جدا هل هناك أعلى من جبل الشعياء النبي عليه كبناء مدينة من جهة الجنوب وهي مدينة سلوام القسرين الآن سفر الملوك الثاني لأنه من أورشليم تخرج البقية الناجون من جبل صهيون غيرت رب الجنود تصنع هذا في سفر المزامير أما أنا فقد مسحت ملكي على جبل صهيون على صهيون جبل قدسي في سفر المزامير أيضا جميل الارتفاع فرح كل الأرض جبل صهيون فرح أقاصي الشمال مدينة الملك العظيم ذكرت تونس في القرآن على أنها دار السلام أورشليم والله دعا عباده في القرآن إلى أورشليم والله يدعو إلى دار السلام وهي مملكة ترشيش الفركسيس قبل الإسلام والفركسيش بعد الإسلام تلاميذ المسيح ولذا عندما بحث علماء لطار طوال سبعين سنة في فلسطين لم يجدوا مدينة أورشليم أصلا لأن المدينة التي يطلقون عليها اسم القدس لا تسمى منذ أن أسست باسم أورشليم بل سميت بيت إيل لأنه في زمن تدشينها سنة ثلاثمية أو تقديسها بالأحرى سنة ثلاثمية وثلاثين ميلادي على يد الإمبراطورة إلى هنا لم تكن القدس موجودة أصلاً في أورشليم لأن القدس حولها الرمان إلى مدينة إيل التي هي مدينة حيدر الآن ومدينة القدس هي مدينة سلوان جنوب جبل الشعياء النبي الذي هو جبل سهيون سبع التباق والمعراج والثمانية عرف وكان يدعى حينها جبل الشعياء النبي نقلوا اسمه إلى سوريا الآن ويسمى جبل النبي الشعياء قرب تل البطيش وجبل روتو وتل دروين بريف اللاذقية الشمالة هذا جبل الشعياء النبي عندنا وذاك جبل الشعياء النبي عندهم وانظروا الفرق هذا ذا سبع التباق ليس كمثله جبل في الأرض وجبلهم مجرد ربها بينما جبلهم ليس كجبلنا وكانت بيت إيل شمالي جبل سهيون أو جبل الهيكل والتي هي اليوم حيدرة التي سميت باسم الإمبراطور هادريان وربما الآن وفيها الآن أكبر كنيسة أثرية في العالم سورتها موجودة في صندوق الوصف بينما كانت أورشليم بمدينة سلوام جنوب جبل سهيون والتي بنيت على نهر جاري يحيط بها من الجهة الشرقية والجنوبية وحولوا مجرى النهر لحقل القصارين القصارين الآن في طول 1700 متر ما زال موجود حتى الآن شاهد على أورشليم وهذه صورة قديمة لأورشليم تؤيدها صورة جديدة لأورشليم نفس الذي في الصورة قبل سنة قبل 2000 سنة والصورة الموجودة الآن في القرآن تبعد عن مكة أورشليم تبعد عن مكة منتها إسراء يعني أورشليم منتها الإسراء تبعد عن مكة في القرآن مسيرة أربعة أشهر أي ما يعادل 4800 كم على أقصى تقدير فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غيروا معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وفي التوراة تبعد عن محافظة بابل بالعراق مسيرة أربعة أشهر نفس المسافة بين الكعبة وأورشليم لأنه في الشهر الأول ابتدى يصعد من بابل وفي أول الشهر الخامس جاء إلى أورشليم حسب يد الله الصالحة عليه وفي التوراة تبعد عن مصر مسيرة ثلاثة أشهر أي ما يعادل 3600 كم على أقصى تقدير من عاصمة الفرعون الإسكندري في سفر الخروج في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سينة جبل سينة بالقيروان جبل هريب في التوراة والآن يسمى جبل لهوارب حج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون نفس حج الجاهلي بل يجب أن يكون نفس حج المرسلين ولا يمكن أن يكون في مكة ومن أدى حجا إلى مكة فقد ارتد عن الإسلام وعبد آلهة العرب وهو مشرك والمال الذي تنفقونه زهب طوال 1400 سنة هباء منتورة جاء في الحديث قال الصحابة لمحمد رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام يا محمد هلما فاتبع ديننا ونتبع دينك تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة هنا يتبين لك أن الحج المحمدي حج محمد إلى مكان وحج أهل الجاهلية إلى مكان آخر طلبوا منهم أن حج أن يحجوا معه في حجه إلى الله سنة وسنة أخرى يحجوا معهم في حج الجاهلية الذي يؤبدونه الآن فإن كان الذي جاءت به خيرا مما بعيدنا كنا قد شاركناك فيه وأخذنا بحظنا منه وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يدك كنت قد شاركتنا في عمرنا وأخذت بحظك فقال معاذ الله أن أشرك به غيره فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون سورة قل يا أيها الكافرون أمر الله رسوله بأن يبلغ الكفار في العالم والكفار الثلاثة اليهود أنا ذاك والعرب والمسيحيين بأن يبلغهم أنه لا يعبد ما يعبدون أنه لا يقبل بحج الجاهلية ولا بحج اليهود والمسيحيين إلى فلسطين وأنه بريع مما يعبدون قال له قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدوا كل الناس ما فيش حج وقتا ما تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وهذا يعني أن الأرض المقدسة كانت في غير معروفة إبان نزول القرآن إلا لقلة قليلة من أهل الكتاب يكتمون أمرها وما أنت بتابع قبلتهم ولئن اتبعت أهواءهم إنك إذن لمن الظالمين الذين يأتي لهم الكتاب يعرفونها كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تقل من الممترين والممترين هم العرب قل يا أيها الكافرون العرب أهل الكتاب لا أعبد ما تعبدون لا أحج لما تحجون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولن أعبد ما ولن تعبد ما أعبد بمنتهى الإسراء ولا أنا عابد ما عبدتم ما كنت قط عابدا فيما سلف ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لا أنتم الآن تحجون لله الذي أعبد لكم دينكم ولي ديني لذا هنا تبين لكم بالقرآن وبالدليل وبإشماع التوراة والقرآن أن الحج في ترشيش تونس مملكة سليمان وأن الله وعدكم بعودة الحج إلى الله والآن تسمعون في بعض النبوآت أن تونس ستصبح أغنى دولة في العالم إن هذا الكلام أتوا به من هندهم لأنهم يعلمون الحقيقة ويعلمون ها جيدا لأنهم يعلمون متى سيبنى الهيكل ويحضرون الآن إليه فالرئيس الأمريكي قال لا مانع من أن يبنى الهيكل 2025 إذن تهيئوا لبناء الهيكل في تونس فإن الله لا يعطي لا يعطي الكافرين حق بناء قدسه فقدسه طاهرة لا يبنيها إلا شعبه المطهر وأنتم شعب الله المختار وأنتم الأمة البار الأبرار فلا تتبعوا فلا تتبعوا أهل المشرق ولا أهل المغرب فإن تونس سماها الله زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية وحدها فكرها أصلها ثابت وفرعها في السماء تعطي أكلها كل حين بإذن ربها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته